موسيقى 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 محب أواصل أن أعطي خلفية عن تعليم المسيح من المجمع القديم في كفر نحوم تعليم المسيح كان مؤثر كان مغير قوي فعال حتى الأطفال ممكن فهموا تعليم بسيط لكنه عميق جدا حتى عندما قال أعلنت للبسطة للأطفال وأخفيت عن الحكماء هذا التعليم محتاج أنه فعلا الإنسان يتجدد حتى يفهم تعليم المسيح يعني كلامه روح وحياة مثل مقال عن نفسه وهي كلمة الله أحبائي كلمة الله حية فعالة أمضى من كل سيف ذي حدين خارقة إلى مفرق النفس كلمة التي تخرج من فم لا ترجع إلي فارغة بل تنجح تعمل يعني دايما كلمة الله لابد أنها تصيب تعمل فيها قوة فيها تأثير فيها فاعلية لدرجة أن الخدام لما رجعوا للفرسيين في الهيكل قالوا لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان طبعا عن يسوع المسيح بالنسبة للفرسيين أصبح التعليم بيعتمد على أقوال المعلمين اللي قبلهم أو الرابيز ودائما يقولون قال الرابي وقال الحكيم ركزوا على حرف النموس والتقاليد إلى درجة يسوع هجمهم وقال أبطلتم وصايا الله بتقليدكم فإذا كان المعلم فأيام المسيح بيفتخر إنه تربى عند رجلي مثلا معلم مشهور فمثلا شاول الترصوصي اللي هو بولوس الرسول تربى أو تعلم عند رجلي جمال إيل واحد من المعلمين المشهير في أورشاليم فهذا بيعطيه نوع من البرستيج نوع من الاعتبار نوع من المكانة الاجتماعية يعني زي ما تقول الشخص تخرج من جامعة أكسفورد أو هارفورد أو السربون مثل شاول تخرج من جامعة ترصوص فأيام بولوس كانت تعتبر أعظم جامعة فهذا كان نوع الافتخار بالتعليم لكن شو المشكلة اللي صار إنه هؤلاء المعلمين فقدوا الجاذبية فقدوا التأثير فقدوا التواصل الصحيح بل فقدوا الأحشاء يعني صار في نوع من الحواجز بينهم وبين الناس الإحساس كراعي إنه بيهتم بالقطيع وبيهتم بالرعية الفرسيين هاجموا المسيح أولاً المسيح مش من مش من أورشاليم عنده اللهجة الجليلية شيء تاني ما تعلمش عند أي مدرسة شو الكفاءات اللي عندك أي مدرسة اتعلمتها طبعاً يعني ابتدأت الغيرة والحسد لما شافوا إنه الجموع تنجذب وراء يسوع المسيح فطبعاً الفرسيين أحسوا بتهديد من يسوع المسيح على فكرة المسيح يعتبر يعني بارع في فن التواصل يعني اليوم حتى اللي بيدرسوا الميديا لازم يتعلموا الأسلوب من يسوع المسيح كيف تعامل مع المرأة السامرية كيف تعامل مع نوكيديموس كيف تعامل مع زكا كيف تعامل مع المتدينين المسيح كان بيتعامل مع النفسية مع الإحساس النفسي والاحتياج الجسدي كان بخاطب الفكر أيضاً وكان بيصل للروح لكن كان مهم جداً أنه يحرك الضمير وفي نفس الوقت أنه يجعل الإنسان يتخذ إرادة يأخذ قرار في حياته فبارع في التواصل أعلم بالأمثال ليعلن حقائق مجيدة كان حكيم كان خلاق كان عميق كان روحي استخدم أكتر من تلاتين مثل ليكشف أسرار الملكوت ويعطي طبعاً بعد ومعنى روحي عميق العزة على الجبل هي تعتبر الزبدة تعتبر قمة تعليم يسوع قمة الأخلاقيات طبعاً الإنسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله مش بس تعليم المسيح كان لتطبيم نبوات وجوده في هذه المنطقة لكن أحبائي كان محرر كان بيعطي تحرير للإنسان وعندما ندرس العزة على الجبل راح تشوفوا براعة وقمة هذا التعليم من شخص يسوع المسيح في الختام دعونا نكون كمريم التي جلست عند قدمي المسيح مستمعة واختارت النصيب الصالح الرب يباركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر